أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي تنموي قافلة ستر وعفية ثلاثة لأهالي قرية البلدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة لتقديم خدماتها لأكثر من عشرة ألاف مستفيد وذلك بمشاركة أكثر من 12 كيانا من كيانات التحالف يأتي تنظيم قوافل ستر وعفية تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بدعم الفئة الأولى برعاية والأكثر استحقاقا وتماشيان مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وفقا لخطة الحماية الوطنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية